تتواصل اليوم في القاهرة مباحثات التهدئة في غزة في يومها الثالث بعد الحديث عن تقدم طرأ على مسار التفاوض بالأمس وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن تقدم ملحوظ فيما وصف مصدر في حماس النقاشات بالإيجابية إلى أن الكرة لا تزال عالقة في الملعب الإسرائيلي وأضاف المصدر أن الوسطاء أبلغ حماس بأن الولايات المتحدة تضغط باتجاه إنجاز اتفاق قبيل بدء شهر رمضان سيتم الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المعروضة ونفى المصدر التطرق لأسماء معينة بين الأسرة المطلوب الإفراج عنهم حتى الآن لكنها سلمت معيير لهؤلاء الأسرة مقابل المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في غزة نقل موقع أكسيوس الإخباري عن وسطاء قطريين ومصريين أن حماس عرضت خلال المحادثات تقليص عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم إذا وافقت إسرائيل على عودة المزيد من السكان إلى شمال غزة أنقل الموقع أيضا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عودة فلسطينيين لشمال القطع تشكل أولوية قصوى بالنسبة لحماس للحفاظ على سلطتها وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية مسألة سياسية وليست إنسانية كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن عدم التوصل في مفاوضات لنقطة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة مؤكدا سعي مصر وقطر لوقف إطلاق نار جزئي ثم كامل والإفراج عن المحتجزين بعد النقطة التي نحقق من خلالها وقف إطلاق النار ما نسعي إليه بالتعاون مع الأشخاصنا في قطر من التوصل من خلال مفاوضات فيما بين الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق النار جزئي ينتقل إلى أن يكون وقف كامل لإطلاق النار إفراج عن الرهائن والإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين إجراءات متولة ربما عن تعمد للحد من المساعدات لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع نظر الإجراءات المعاقدة التي تفرد على هذه القوافل ومن ثم أهمية الخروج خارج هذه القواعد وعمليات التحقق التي تتم في المعبر الإسرائيلي بحيث أن يتم هذا من خلال أجهزة الأمم المتحدة التي تحزى بثقتنا والتي يجب أن تكون محل ثقة كافة أعضاء الأمم المتحدة دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامل هارس حركة حماس للقبول بشروط الهدنة المطروحة لوقف فوري لإطلاق النار ولمدة ستة أسابيع في غزة كما دعت إسرائيل لاتخاذ إجراءات إضافية من أجل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة وخلال اجتماعها مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس دعت هارس إلى وضع خطة إنسانية قابلة للتنفيذ قبل إطلاق أي عملية عسكرية في رفح وذلك وفق ما أوضح بيان للبيت الأبيض من جانبه دعا جون كيربي منصق شؤون الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حركة حماس إلى الموافقة على الصفقة المطروحة على طاولة المفاوضات لتخفيض عدد الضحايا المدنيين وتسهيل دخول المساعدات كما أوضح أن واشنطن تدعم وقف إطلاق النار في غزة ونهاية للحرب لكنها لا تريد أن تتعرض إسرائيل لعمل إرهابي جديد على حد قوله نتمنى أن نرى هذه الاتفاقية في مكانها بأسرع وقت ممكن كما نفعل منذ أسابيع المفاوضات مستمرة وهناك إطار عمل لاتفاقية قدمت لحماس ونعتقد أنه اتفاق ذا قيمة سيساعد على خفض عدد الضحايا المدنيين ويسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات والإفراج عن المحتجزين على حماس الموافقة على هذه الصفقة الرئيس تطرق لهذا الأمر ونائبة الرئيس أيضا ونحتاج لجهود أكثر من الشركاء الإسرائيليين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحبطين هناك مجاعة حقيقية واحتياج كبير تعمل الولايات المتحدة على تأمينه أرسلنا عبر الجو أربعين ألف وجبة غذاء وسنرسل المزيد كما قلنا سابقا ندعم وقف إطلاق النار في غزة وهذا سيسهل عملية إدخال المساعدات وإطلاق صراح المحتجزين وخفض عدد الضحايا المدنيين نريد نهاية للحرب لكننا لا نريد لإسرائيل أن تتعرض لعمل إرهابي آخر من قبل حماس التي تقول إنها ستنفذ عملا مثل السابع من أكتوبر مرة أخرى كما أوضح جون كيربي منصق شؤون الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض العربية أن واشنطن تدعم وقف إطلاق النار في غزة وتريد نهاية للحرب لكنها لا تريد أن تتعرض إسرائيل للعمل إرهابي مستمرون في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لزيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة هدفنا واضح وهو تأسيس أكبر عدد ممكن من القنوات لإصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع والتأكد من أن هذه المساعدات تصل لجميع المحتاجين في قطاع غزة وضع المساعدات سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع بلينكين مع بيني جانت لكننا متفائلون إذا احتمال إنشاء قناة مساعدات بحرية من القاهرة ينضم إلينا يسري عبيد الباحث في العلاقات الدولية مرحبا بك صباح الخير أستاذ يسري من قراءتك لكل هذه التطورات اليوم عندما تتحدث هاريس وتدعو حماس القبول بالصفقة أيضا شون كيربي يدعو حماس القبول بالصفقة هل نحن اليوم أمام هدنة حقيقية قبيل رمضان أم لا في البداية تحياتي لحضرتك للسادة المشاهدين أعتقد أن هناك تفاؤل حذر بالوصول إلى هدنة قبل شهر رمضان ولكن أعتقد أن حركة حماس ربما تحاول كسب الوقت لدراسة أو للحصول على ضمانات من الشركاء والوسطاء بأن لو وفقت على وقف جزء لإطلاق النار لأنها تنزلت عن مسألة وقف كامل ودائم لإطلاق النار هي تريد ضمانات من الوسطاء بأن إذا وفقت على وقف جزء لإطلاق النار وإطلاق صلاح الأسرة أن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ثم يتم التفاوض بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار ولكن هي تريد الاحتفاظ بورقة مهمة جدا وهي ورقة الأسرة العسكريين هي تريد أن تحتفظ بهذه الورقة للنهاية وتكون هذه الورقة مقابل وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل هي تريد الآن مرحلة أولى عن طريق كبار السن عن طريق المدنيين مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مراكز المدن والإفراج عن أسرة فلسطينيين ربما طرحت أسماءهم وهناك تعنت إسرائيلي في الموافقة على الإفراج عن هؤلاء الأسرة ومنهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وقيادات من حركة حماس وقيادات من بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى لديهم محكميات عالية في السجون الإسرائيلي وبالتالي أعتقد أن الحركة تحاول الحصول على ضمانات لأنها تعلم تماما أن بنيمين يتنياهو يريد استمرار هذه الحرب بنيمين يتنياهو يريد أن يوافق على صفقة يكون بموجبها الحصول أو الإفراج عن الأسرة الفلسطينيين ثم يقوم بعد ذلك باستئناف الحرب على قطاع غزة أعتقد أن حركة حماس بالأمس ربما أضافت شرطا آخر وهو أن يكون هناك تعاهد وضمانة من الوسطاء بأن لا تقوم إسرائيل بعد الهدنة بالهجوم على مدينة رفح بريا وهو شرط جديد بالتأكيد تريد حماس أن تفرضه على إسرائيل ولكن هناك تعاند إسرائيلي من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بالقبول بهذا الشرط أو القبول بوقف كامل لإطلاق النار نتنياهو يريد أن يخفف الضغط عنه من أهل الأسرة ومن الإدارة الأمريكية وبالتالي هو يريد الموافقة على مرحلة أولى أو اتفاق مبدئي أو اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يكون بمجابي الحصول على الأسرة الموجودين لدى حماس أعتقد أن بنيمين نتنياهو يشعر الآن ربما بالغضب من الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأن التوتر بلغ مداه بين إدارة بايدين وبين نتنياهو زيارة بني جانيتس الآن للولايات المتحدة الأمريكية بنيمين نتنياهو يخشى بأن هناك اتفاق عربيا أمريكيا بالإطاحة به من رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة والإتيام ببني جانيتس وبالتالي هو ربما شعر بغضب شديد وهدد بني جانيتس باستبعاده وقال أن هناك رئيس وزراء واحد فقط لإسرائيل وبالتالي أعتقد أن التوتر الشديد بين بينامين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية هو الذي سيجعل بينامين نتنياهو يتعنت في مسألة الموافقة فيما يتعلق بزيارة بني جانيتس فقط أود أن أسألك هل المسألة اليوم في واشنطن والداخل الإسرائيلي أيضا ليست متعلقة باستمرار الحرب بل متعلقة بما يقود الحرب اليوم بالتأكيد هناك توطر شديد بين بينامين نتنياهو وبين إدارة بايدن منذ أن كان بايدن نائبا لأوباما في الإدارة الديمقراطية السابقة قبل ترامب وبالتالي أعتقد أن بينامين نتنياهو يحاول أن يماطل أو أن يكسب الوقت لكي يتم الاختراب من موعد الانتخابات الأمريكية لأنه يعول على فوز دونالد ترامب الذي يدعمه بشكل كامل وبالتالي هو يريد أن يماطل الإدارة الديمقراطية بأن يوافق على اتفاق مرحلي أو اتفاق مؤقت ثم يقوم باستيناف القتال بعد ذلك وبالتالي يلامس موعد إجراء الانتخابات الأمريكية القادمة وبالتالي هو يشعر الآن بالخطر بالتأكيد يشعر بأن هناك نية مبيتة أمريكية للإطاحة به والإتيان برموز المعارضة سواء بني جانيتس أو يائد لبيد أو بعض الرموز المعارضة الإسرائيلية الآخرين وبالتالي هو يشعر بالغضب الآن ويحاول أن يرضي الطيار المتطرف في إسرائيل سواء الوزراء المتطرفون في حكومته أو بعض زعماء الأحزاب الدينية الأخرى الموجودة في إسرائيل بعدم الموافقة على وقف كامل لإطلاق النار لأن الحماية الوحيدة له الآن هو هؤلاء المتطرفون في إسرائيل هو يصور للداخل الإسرائيلي المتطرف بأن هناك مؤامرة عليه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب بعض القوى الإقليمية المعتدلة في العالم العربي وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان التعنت لكي يرضي طموح هؤلاء المتطرفين رأينا حديث بالأمس لبن غفير وزير الأمن القوم الإسرائيلي يقول بأنه سيقوم بعدم الموافقة إذا طرح بسألة وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيرفض هذا الأمر بشكل كبير هو وبعض الوزراء المتطرفين الآخرين وبالتالي الأمور معقدة للغاية هل تعور الولايات المتحدة استاذ يسري اليوم على هدنة الست أسابيع حتى تتمكن من إبعاد نتنياهو عن طريق الانتخابات طبعا داخليا بالتأكيد هذا هدف أمريكي هو فرض هدنة مؤقتة حوالي ستة أسابيع ثم يتم بعد ذلك ربما الحديث مع بعض رموز المعارضة الإسرائيلي للإطاحة ببن يمين نتنياهو وهذا ما يخشاه نتنياهو نتنياهو يحاول وضع أفخاخ في طريق المفاوضات القائمة الآن وبالتالي هو يريد الوصول لوقف إطلاق النار ويحاول أن يكبر حركة حماس عن التنازل على الكثير من الشروط وبالتالي يصور للداخل الإسرائيلي بأنه حقق نصرا بإجبار حركة حماس بالقوة العسكرية على الموافقة على وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرة الإسرائيليين وبالتالي هو يشعر الآن بأن هناك مؤامرة تحاج ضده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة به والإتيان بحكومة أخرى يتزعمها بني جانيتس ويقول هناك في الداخل الإسرائيلي ربما يقولون بأن الجميع الآن سواء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الإقليمية الأخرى العربية تتعامل مع بني جانيتس على أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم وهو ما يخشى نتنياه لذلك يضع الأفخاخ في طريقة هذه المفاوضات ويطالب الوفود التي تتفاوت بالتشدد لأنه لا يريد وقف لإطلاق النار ربما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للتخطيط للإطاحة به والإتيان بحكومة أخرى وتم ذلك عن طريق سحب الثقة وبالتالي هو الآن يحاول أن يتحوط أو يحتمي بالوزراء الإسرائيلي المتطرفين والطائر المتطرف أنه هو الوحيد القادر على أن يحتفظ ببني جانيتس نيهو رئيس الوزراء فترة طويلة طالما استمرت الحرب طالما استمر بني جانيتس نيهو في السلطة ولذلك هو يحاول قدر الإمكان التشدد في المفاوضات يحاول أن يقوم بوضع أفخاخ لإفشال هذه المفاوضات للاستمرار في الحرب وبالتالي هو يستمر في رئاسة الحكومة لأنه يعلم تماما إذا وفق على وقف سواء مؤقت لإطلاق النار أو دائم سيتم في اليوم التالي الحديث عن محاكمته وعن التقصير الذي قام به في 7 أكتوبر بالإضافة إلى التقصير الذي قام به في عدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب حتى الآن وهو الإفراج عن الأسرة وعودة السكان المستوطنات سواء في الجنوب أو سواء في شمال إسرائيل ترجمة نانسي قنقر